اشتركوا في القناة 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 سبحان الله هلأ في بنات ديقولوا مثلا انه ليش بتغيروا ليش بتعملوا بيت ما وبيتكن بنات لو بيت ما وبيتي ما بحسن اذا ما يعني يعني يمكن اذا بقالكم من اول ما تجوزت لهلأ ما بحسن كل فترة بدي اغير شي ما بعرف يعني كنت قبل اذا اللي بتابعني من بداية قناتي كان عندي ديوانتين وطاولة كل اسبوع ديوانتين اديرن للطرف والطاولة احطها بطرف في صبايك صار يقولولي اماني بس بدك تقولي ديكور جديد بنعرف اماني قامت وبده اتغير موديل الصالون فبقال لهم هيك تغيير عن الروتين يعني متل ما بقولوا كسر الروتين بنات لقالكم ليش حتى واحدة وقت اول ما بتتدوز ما كتير بتطلع من بيت او هيك فانا كنت يعني اول ما تدوزت ليش كتير اغير وليش هيك صارت فيني هالعادة كتير مو هيك يعني واحدة باركة في البيت طول النهار وقت بتغيري شي تحسي حالك نفسيتك هيك تغيري تعرفته علي فانا من هالنوع يعني بكتير بحب انه اغير اجدد ابدل هيك يعني معلش لو ما عجبني يعني بقولوا المصاري بتروحه بتجي عرفته علي بس الواحد مهم انه هيك يغير نفسيته يغير الجو اللي هو فيه هيك يعني بحب اغير وعادي ها يعني متل المرة بتلكن هاد اللزق المجلة عجبني وايك صلي فترة عبقاله لأخواتي حلو يقولولي وقالله حلو وقالله احلى من المرمرة اللي عندك لعندك غام او هيك فبضل بقاللهم ده قلعو ده اشيلو ما بعرف ايش فقمس نولة عبتحكي لكن قلت له بسيطة يا نور بدي اطلع بفيديو وقاللهم انتي السيئاتك لسه بتطلع نهار تقولهم ملايش بقولوا الملايح والأبايح فمتلا شايفين يا بنات اول شي بما انه ده غير ما بصير يعني ما نحوس حوص نضيفة قبل بيوم طبقت الخزان كل شي عملت قبل بيوم فوق التاني يوم على الحوزة عملت الصانون عملت غرفة النوم الحمام عرفت المطبخ للاخير مشانا حطت الكاميرا قدامي واصور فهوني وصلت يعني للاخير للمطبخ نضفته هيك نضيفة مسحت الخزن مسحت قلب الخزن مسحت البراد مسحت الشباك كل شي خلصت كل شي يعني وحطيت كمان وجبة غسيل وهون يعني كنت وصلاني للمرحلة النهائية كنت عبالي يعني ويافت أرض المطبخ وسلت أرض الممر كله ايه وهيك كان يعني خلصت حوصتي وحتى شفتوا يعني شوفوا غرفة النوم للسماني مدت دو الصالون حتى لسه ما مديت سداجه لوقت ما خلصت مديت كل شي وبلشت يعني المسوية بعد ما تعشوا عملت لهم هون عساري يعني عملت لهم مع كارونة وما صورتها فهون يعني عب أصور لكم لما وصلوني للغراض وصلوني على دفعات هون هدول الغراض وصلانين هدول صالون شهر هدول عندي ما صورتهم اطلح علي لوقت ما اقتنع يعني انه بدي أغير لحتى انه أنزل لكم يهون ما حل بقى قوم يعني أول ما وصلوا أصور لكم يهون بعدين أغيرها عقلي ولا حالي يعني على ايه ولا فمتل ما قلت لكم بما أنه تواجد الورق الجدران فهون يعني قررت كلهم دمشتهم مع بعض لما وصلوا الشغلات اللي وصلانتني وقلت يعني بصورهم مع الروتين هده هلا هون وصيت على هاي من ترين ديول انتو بتكتبوا الاسم اللي بيتكن يهون وهو مطبخ أماني بس بالتركي مثلا أماني مطفان أنا كتبت لهم لا بدي أماني كيتشن يعني بالانجليزي أحسن من التركي فهي لما وصلت على هكا سعره 175 هلا يمكن أغلى على نفس السعر والله ما بعرف والمعالق تبعية الفيش حقه 17 وكمان وصلت على واحدة تانية هلا بتشوفوها بنهاية الفيديو لزقته 14 ليرة هلا هوني هده ورقة جدران صبايا هلا أكيد هتسألوني إيش أد سعره أنا للحيط كله طبع المجلة كلفني 250 ليرة يعني جاء على قد تمام بس زاد معي إنه الحمد لله زاد معي هلا بنهاية الفيديو بتشوفو زاد معي كم شقفة لزقت السيراميك عندي هده من تحت لزقته فوق الغاز لفوق يعني هون شايفين هني فوق الغاز ما هم كاملين السيراميك فأنا كملته فكمل معي كله يعني كلفني 250 ليرة وإذا بتكون لحطت لكم روابط الشغلات كلها تحت بصندوق الوصف وبأول تعليق مسبت هلا هون استعملنا عشاء جبت لكم هدولة وبلشت هلا أنا صراحة يعني وقت ما بكون جوزي معي بالبيت عبساعدني يعني بتعذب يعني هو عنده حسابات يعني طريقة اللي حسابات مو بشتغل بالنجرة وبالقص وهايك فبحسب أحسن مني فحاولت صرت يعني قد أقول له وأسأله إنه شلون هاي شلون هاي صار يقول لي إنه شلون أخذ الإياسات وشلون أقص فطريقة القص كتير سهلة بس اللزق كتير يعني وقت اللي بد تكون تلزقوهم بدي أدق بس يعني إنه أحسن من هدايك تبع المجلة تبع المجلة بتدور الجل الجباري يعني ما بتحسن أنتو تلزقوهم هون عبقال يعني في حراف حراف بتكون تقص قصوهم يعني هلا بتشوفو في حراف مثلا تبع الخزن نزل هيك شقف هدول كلهم بتكون تقص قصوهم ومحل كمان بريز الكهرباء كمان هدول قبل ما أحط أخدت القياسات وأصيت هن أفرجي كن إيدي سبحان الله يعني على العجلة قلت للا سارة بدي ألم جابت لي ألم أحمر حبر وما أشوف كن غير إيدي تطبع بها الأحمر الصون إجباري إجباري بتكون تاخدوا القياسات على تمام وبتكون أول الشيء الطرف الساوي ما تلعبوا فيه أبدا من تحت يعني الطرف الساوي هذا هو اللي بدي يحدد المجلة يعني من تحت شايفين أنا هون ركبت بدي من تحت يكون ساوي من فوق ما بيأثير تحت الخزينة ما بيأثير لو إجا هيك مثلا تعوج ما بيأثير يعني كله بقيتكم بتعملو بس المهم شايفين شون سببت على البريز ومن تحت هيك الطرف اللي بتجي ستند يعني هي ما تقصوا أبدا من تحت تتكون يعني ساوي عاد تمام مقصر إنه تلعبوا فيه من تحت مشان ما يبين عليكم من تحت هيك منظرة بطلع بش يعني ما ببين سيراميك نظامي عرفتوا هلأ هون صرت ألزق يعني أنزل من وراء هذا طبع اللزق يعني هيك أسحبه ولزق أسحب ولزق ما بصير كله تقلعه شوي شوي بتسحبو وبتلزقو أنا عب بقلكون مشان اللي بتحب مثلا إنه مثلا في رجال مثلا بتقول لكم يعني تستصعب إنه بتقول لأ ما بديو بديو بتكاسلوا من هالقصص فأنتي بتحسني إذا وصيتي عليه يعني متما قلت لكم ما بكلف يعني يعني تكليفته كتير قليلة بتوصوا عليه وبتلزقوا وأنت لحالكم يعني ما بدي إنه رجال اللي عرفتوا عليه وشغلة ثانية هلأ هون في ناس تسألني إنه بدخل لورا مي بنات هون وقت عب بلزق قطعه من أبدا ما تلزقوا يعني أخذوا اللؤياسات وبرشوا لزقوا اللزقوا كتير مي يعني وبين الفرق الهون في وصلي مثلا الزوايا وفوق المجلة وورا الحنفية هدول كلهم بتعبوهم بالسيليكون هلأ أنا هاي المرحلة ما خرج أعمله عفت لتاني يوم زكريا هو بعمله وفيه شغلات تاني كمان لسه ما وصلوا وصيت على ما رح أقلكن شغلتين هون المطبخ لسه مو كامل عز تمام ها وفيه شغلتين لسه رح يجوني بس اجوا بالفيديو الجاي بإذن الله بركي بكونوا وصلوا بتشوفوا المطبخ كامل يا الفيديو الجاي يا الفيديو البعض بإذن الله يعني يمكن على الأغلب ما يوصلوا لأني عبطولوا وثلاث أربعة يام يعني أنا لو مقتنعة من زمان إنه عامي أعمل هالحركة كنت وصيت وعفتهم عندي بس الصراحة قلت لحالي خلص يعني أجلت فهون كان صلي يعني موصع لهم يمكن نهارين وبدوا نهارين كمان ليصلوا وحتى زكريا يركبهم يعني لحتى يفضل يركب لي هون فيه شغلة منهم يعني ما بحسن زكريا ودي يركب فالهيك عبقلكم المطبخ لسه فيه يعني شغلتين يعني لحتى يخلص أنهي على الأخير وشغلة ثالثة إنه زكريا يحط لهم السيليكون مشان ما يدخل حتى لو كتيتوا عليه مي مشان ما يدخل بيناتهم المي شايفين هون ورا الحنفية هلأ نهاية اللزق هون بتحطوا سيليكون محل مع بلزق بيدي هذا كله بتعبوه سيليكون ما بدخل مي لوراهن أبدا ومن الدام فلين يعني ما بدخل مي أبدا أبدا تخيلوا في قطعة مثلا ابني أخده حتى بتمه وعضه وجاب له مي وهيك وما صلى شي يعني هلأ أنا ما قصت عبق نوعكم فيه بس فيه هلأ بنات أكيد بدي يقولولي أنه حبينا نعمل مثل وهيك فمشان أنه إذا بنصحكم فيه أنا يعني قلت لكم يعني بعد ما لزقت وهيك طبخت ورجعت عملت المطبخ ليفت وهيك وإجا مي فبنصحكم فيه يعرفتوا علي يعني إذا بتحبوا تعملوا هيك تغير شي كل هلأ هون عند حنا فيه الدوقة الغاز كتير كتير يعني ستصعبتك يعني مش هون هيك بالزرعة بتلزق لأني القطعة بس عبتلزق بالزرعة بتفك معي فهون يعني بعد عناق أنا عب أصوركم المقاطع اللي خالصة عرفتوا هون إيه بقيان عندي قلت لكم فيه شغلتين رح يوصلوا فيه وقبل ما يوصلوا فيه عندي هذا الخرطوم الأصفر عندي دهين أبيض بتتذكر دهين الدهان منه السيراميك فرح أدهين هذا الخرطوم تبع الغاز كله أبيض إيه وهيك يعني قربت لكم الشغلة الواصلانة شغلة يعني لهون لهذه الطرق وهلا هيك هون قصيت بقال اللي زادوا عندي مشان أكمل فوق الغاز اللي من المنطقة اللي قلت لكم إنه مام كاملين عندي مام يعني أنا على الواقع يعني إخواتي عبدأ قولي إخواتي الذي يعملوا مثله كتير كتير حبه فعب قلولي صورين أنا نفرجيهم لجوازنا وهيك فلنصل لعنبي على الواقع عطى وسع للمطبخ يعني أنا إذا دخلت من مطق من باب المطبخ عطاني هيك وسع للمطبخ يعني يعطيني زغر عرفتوا علي فهلا هيك عم بحق لكم هون هاد مو خالص في هون يعني شغلات مي خالصة وبس هيك هلا هون جبت هدول اللزاء اللزاء اللي شفتوا يعني فتحتوا معكم وبلشت بقى بدي ألزقون هاي هي اللزاء اللي قلت لكم عليها سعر 14 ليرة كمان كتير حبيتها يعني عطت هيك منظر ملكي للمطبخ يعني كأنه بتحسوا كأنه انت قلتوا مطبخ جديد عرفتوا علي فحلو هيك يعني هالشعور حلو هيك عرفتوا علي شوفوا هنن على الأرض فوق الأسود ما أعطى جمالية بس على الأبيض أعطى جمالية والله هي المعالق والشوك ويكس كيكين كمان هقلت لكم سعرها 17 ورح أحط لكم بنات الروابط بأول تعريق مسبت إذا لتحبيت وطل طلب واللي بدي يغير ده يبدل فرح أحط لكم الروابط يعني عفكرة إذا يعني أنا ما حسيت بسعرهم تعرفوا ليش لأن شيريتهم على دفعات لو أنه هيك فرد دفعة بتحسوا أنه هيك يعني بتحطوا أنه يعني مو مبلغ هو الصراحة ما كلفني كله ما كلفني 500 ليرة فأنا مو قلت لكم من فترة هدول شيريتهم يعني من زمان وبعدين وصيت على السيراميك هذا الفلين فما حسيت بحقهم يعني هيك إذا جمعتوا نغراض كل ما صار معكم كم ليرة بتجمعوهم تشتروهم عن جد ما بتحسوا بحقهم أو بتعملوا هيك تغيير شكل يعني هلأ هاي الطنجرة في مننا طواي في مننا مناظر مناظر أنا ما حبيت غير موديل الطنجرة لأنه هيك طالع مننا دخنة وبتحسوا هيك بالفعل يعني يعني موديل إنه هاي هيك محل الطبخ يعني وهون الشوك والسكاكين كمان هيك عطوا كمان موديل حلو كتير وهون ايه بتنقلت لكم وصيت على أماني كيتشن هو لازم يا أماني مطفان يا مطفان مطفقن يعني مطفخة لأماني يا أماني كيتشن فأنا وصيت على هاي هلا هون ما بعرف كأنه أنا غلطت بالحرف الإ يا أما ده أحط فوق الكيتشن ده أحط فوق نقطة بالأول أحط فالمهم ده أتأكد من هالموضوع وأرجع على زق محلة زلق هاي الحرف الآي فوق نقطة يا هنيك ورح حرف الك يا أما هو المحلة نفسه فرح أتأكد وأرجع أشيل وقال زق هلا هون بدكم تشوفوهم بهتات لأنه هون لسه يعني بتلزقوهم شماية هيكي طبعو يعني بتلزقوهم وبعدين بتقلعو عنهم اللزق فهلا بدي منكم تعطوني رأيكم حلوين إلا ما حلوين عن جدها الصراحة ها فكرة يا بنات في قناة تركية بتعمل روتين بتابعة يعني هي بقاللة تنزل روتينات بس اللهم صلى عنها بي كتير هيك مطبخة حلو صلي تقريبا سنة بتابع هالقناة وبفكر انه مطبخة هاد اللي ملزقته سيراميك هون بعد ما جبت هاد اللزق ولا طلعت عليه لنفسه تمام طلع حالي صلي سنة بتفرج عليها وكل فكري سيراميك ولا طلع لزق نفس هاد صلى سنة بتشتغل يعني بمطبخة والله وعحاله يعني حلو كتير خلا هيك بلشت كلهم هي قلعتهم هون وقت بتقلعوا لزق بيعطوكن هيك جماليا للمطبخ وهون بنات قلتلكم لسه المطبخ فيه يعني لحتى يصير يعطيكم المنظر الحلو فيه تعديلات بسيطة كتير رح يعني رح تصير بس يصلوني للغراض وبس أدهن خرطوم الغاز بس هيك مثل ما شايفين هون يعني جدت كتير كتير هيك كنت رضياني عن النتيجة وفرحتي منعتي طلحدة لأنه طلق حلو يعني على قد ما كانت أكل هم ليقوم ما يعجبني على قد ما هيك طلق حلو هلله هون أفرجيكم هيك طريقة اللادة بس هون بقيان لتلكم السيليكون شا ما يدخل يعني عليهم ماء أطراف هون ما يدخل عليهم ماء وبقيان هيك كم شغلة وبس هيك هذا الشكل النهائي كان يعطوني رأيكم إذا عجب كون لا لأ حبيته وبتما شايفين هون يبقى هيك المساء آخر المساء كنت عم صور هيك عم بعمل قهوة شاركت معاكن وبس هيك يبنات لهون وصلت معاكن لنهاية الفيديو إذا حبيته الفيديو وعجبكن عجب إذا طلبت يعني ده أخجل قال بقوله إذا أردت أنتطاع فاطلب المستطاع إذا طلبت عشر تألاف لايك بخاف يكون طلبي كتير كبير ما بعرف خلاص انتو كرمكن بتاعشوف شقد يجيب الفيديو لايكات بحبكن كتير وإن شاء الله هكتضلوا بألف خير يا رب وإلا يجبر بخاطر الجمي بحبكم في فيديو جديد ونباركو ناحالكم سلامات صوايا ترجمة نانسي قنقر